السلام عليكم. حاليا يقولك في فيروس منتشر وهو متحور اه من كوفيد ناينتين. والفيروس اسمه فيروس يوم القيامة. حاليا منتشر بشكل كبير جدا في الصين وانهارت المنظومة الصحية في الصين لدرجة ان الناس قاعد يسعفون الناس هم بالشوارع يعني ما في لا اه لا داخل المستشفيات لا داخل اه فيها سناير ولا حتى بالمرات ولا حتى المستشفيات. اه من ابرز اعراض هذا الفيروس يقول لك ارتفاع في درجة الحرارة والحمى وضيق في التنفس والصعوبة في الحركة. واحساس اه بالتعب اه والارهاق وظهور طفح جلدي في بعض اه الحالات وليس معظمها. المختصين في اه الامراض المعدية ناشدوا اه بالحصول على لقاحات كورونا لا سيمة الجرعة التنشيطية لدورها في تعزيز اه الجهاز الهضمي للجسم لمواجهة لمواجهة الفيروس ومتحوراته اه اه المختلفة. مشيرا الى ان اهمية الحصول على الجرعة الكاملة سواء الاولى او الثانية. اه وكل من مر على تطعيمه اكثر من ستة شهور. بمعنى اذا مر على تطعيمك اكثر من ستة شهور لازم الان اه 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 في بعض الدول اغلقت اه الحدودها وفي بعض الدول سواء تشترطات بان اه يكون في بي سي ار. اعتقد اه في بعض الدول يمكن كندا وامريكا اغلقت اه الحدود مع اه اه الصين لانتشار اه الفيروس هناك. لكن نسأل الله انه يفكنا من هالامراض هذي ويبعد عنا الايام السودة.